تانية الأستاذ الإسماعيلية مع زميلنا شريف عادل ولقاءات أكيد مستمرة شريف تفضل بجد التحية بيك يا مريهان الكل حزين طبعا على رحيل الخلوق الكابتن إهاب جلال حالة حزن جديرة بتسيطر على الجميع كل النجوم من مختلف الأجيال بصراح يعني من مختلف الأجيال واللي زميل الكابتن إهاب جلال سواء طبعا داخل الملعب أو زملائه من خارج الملعب يعني كل في صراحة في مشهد حزين جدا اثنين من النجوم النادي الإسماعيلي والصابقين طبعا الكابتن أيمن كمال والكابتن علي حجازي يعني في التوقيت ده أكيد الكل حريص على يعني التوصيق والتأكيد على مدى الخلق العالي اللي كان بيتمتع بيه الكابتن إهاب جلال الكابتن علي في البداية خلص تعزل قدراته والوسط الرضادي كله كابتن علي حجازي يعني عايز تقول ايه عن وفاة راحل الكابتن إهاب جلال الله يباول بقى ربنا يرحمه ويغفر له كابتن إهاب جلال كان حجا جميلا ونس الناس كلها بتحبه زي ما انتحتك شايف الناس كلها مصر كلها مش النادي إسماعيلي بس مصر كلها حزينة عن كابتن إهاب جلال والله رحمه ربنا يبقى الله حالة اللي احنا شفناها مبارح والمشه لكل اللي بينعي الكابتن إهاب اندال ده فيدول على يعني مدى تمتع بحب كبير جدا الكابتن زي ما قلت حذيك أن الكابتن إهاب جلال تمتع الناس كلها بتحبه حتى في الوسط الرياضي وبرا وسط الرياضي لما ديجي تشوف الحزن على مدينة سماعيلية عاملة ازاي فده يدل يدل ان فعلا كابتن اهاب بحاجة جميلة وحاجة محترمة ونحن نتشرف ان احنا اصلا نعم في كابتن اهاب جلالي حبيب بقاء